المسيح مش بس المسيح اختارهم المسيح دعاهم دعوة مقدسة بدون إرغام أعطاهم الفرصة أن يتركوا في يحنى 6 لعلكم تريدون أن تتركون قال بطرس إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي تتصور المسيح لم يكن يبحث عن شعبية أعطاهم الفرصة يتركوه فكانوا متطوعين كانوا مخلصين كانوا أمناء تركوا كل شيء لم يعدهم المسيح في بركات أرضية بل الألم وحمل الصليب والعاوز أقوله في شيء مهم جدا أحبائي المسيح أو تلميذ المسيح إرسليتهم كانت واضحة شافوا المسيح عاشوا مع المسيح شافوا حياة كاملة شافوا المسيح اللي قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي شافوا المسيح كيف يطهر البورص ويقترب منهم شافوا المسيح يقيم الموت شافوا المسيح الذي يخرج الشياطين شافوا تعليم المسيح الفريد من نوعه شافوا حياة المسيح يعني أخلاقيا معجزة كانت تعتبر شافوا بأم عينهم لكن في شيء أهم أحبائي كل يعني توقعاتهم ورجاء ذهب أدراج الرياح لممات المسيح على الصليب لكن شافوا المسيح اللي قام من بين الأموات حي أمام عيونهم لمدة أربعين يوم ثم شافوا المسيح وهو يصعد حي إلى السماء وطلب منهم أن يمكثوا في أرشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي هو الروح القدس ولما حل الروح القدس على التلاميذ راح الخوف أجت الشجاعة معجزة في أي شيء في كل هذا الوجود بهمهم معجزة في كل الدنيا بيفرق معهم كلهم أحبائي شافوا القيامة وامتلأوا من الروح القدس وفعلا ابتدأوا بأرشليم وكانوا يتكلموا بجهارة ويقولوا لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموا ولكن الله أقامه ونحن شهود لذلك تغيرت حياتهم هذا التغيير الجذري في حياة التلاميذ هو كان شعلة نار لبداية الكنيسة تعرف حبائي السلام واجهوا أشر بل أشد العذابات من أجل يسوع المسيح طيب لا بيت ولا خيل ولا نساء ولا أي وعود ما كانش خلاص عينيهم راحت عن الأرض الأرض ما عادش تهم بالنسبة لهم كل اللي بهمهم هو السماء المملكة الروحية مش المملكة الأرضية من أجل يسوع المسيح لأنه اختبروا ما عادش الأرض ما عادش هاي الحياة تفرق معاهم